نعم هناك حضور لوسائل الإعلام اللبنانية بشكل كبير جدا خاصة أمام المحكمة هنا خلفي في هذا الاتجاه بالضبط سأحاول أن أضع الكاميرا كانت هناك إعلام لبنانية في هذا الاتجاه الكل ينتظر الحكم الذي يسرده القضاة الآن يسردون تفاصيل الإدعاء من أجل بناء الحكم هنا القاضي الذي بدأ بافتتاح الجلسة وهو ديفيد راي وهو قاضي أسترالي أو محامي أسترالي كان محامي للدعاء العام في قضية يغوزلافيا وكذلك في قضية البوسنة والهرسك وبالتالي لديه خلفية كبيرة في القانون الدولي نحن عندما تابعنا الصرد هو صرد المحكمة الآن تمهيدا للحكم بحسب الخبراء القانونيين الصرد يحدد طبيعة الحكم الصرد الآن يتجه إلى التأكيد على نقطة الاتصالات وبالتالي الأكيد أنه بحسب المراقبين ستكون هناك إدانة لبعض المتهمين لكن كذلك هناك من كان ينتظر أن يكون مثلا نظام السوري أو نظام حزب الله مرتبط بهذا الأمر الصرد المحكمة أكد أنه لا يوجد دليل وبالتالي كأنه أعطى إشارة لكن هناك وهنا لا أريد أن أخرج من لغة الخبر الصحفي إلى لغة التحليل لكن عندما يتم إدانة جزء من المتهمين وهم عناصر من عناصر حزب الله بالتالي ستصبح هناك إشكالية الربط كذلك وهل ستكون هناك دعوة جديدة المحكمة مستمرة قضية أخرى من القضاة الذين لديهم باع في مجال القانون الدولي وكانت كذلك مسؤولة في البوسنة والهرسك في محاكمة قضية البوسنة والهرسك سابقا الآن تقوم بالصرد الثاني ركزوا على فصل قضية الاتصالات بين المتهمين عندما استمعنا إلى الشبكة الخلوية الحمراء إذن هي مجموعة من الأدلة التي تكشف في سير هذه المحاكمة ابقى معنا محمد دافنيش